نهاردة بالمناسبة يعني جيين باتشيكو المدرب لهم بشوفه جيد على فكرة بشوفه مدرب جيد جدا وداني وثاني بيرامدز مش كل مشاكله المدرب بس باتشيكو غير موفق مع بيرامدز ووارد انه يمشي وارد انه يمشي طبعا ادارة بيرامدز اللي هتاخد الكرار يعني وارد انه يمشي وارد انه يقعد بس يمشي عشان هو نتائجه في الفترة الأخيرة كلها سلبية يقعد لو بيرامدز شاف ده نهارة بتشيكوا عمل حركة مش هجملها مش هجملها هي حركة سيئة سيئة انتقد وهاجم وقاساء لصحفي بشكل مباشر لمجرد ان الصحفي بيسأله عن مستقبله مع نادي بيراميدز الرد بتاعه كان رد سيئ سيئ مش هده حتى اقول غير موافقة هو رد سيئ له قال له ببساطة قال له اللي هيقول ان انا همشي ومش بشتغل ومش بلعب كرة حلوة ده يبقى ما يعرفش كرة وانه يبقى راجل قال كده نص بحسب المترجم بتاعه ما ترجم له يعني قال يبقى راجل صحفي مأجور او تابع لنادي منافس ليه ليه نتائجك السلبية والراجل بيسألك سؤال عادي ومنطقي ايه طاقة مستقبلك ايه بقى مع بيراميدز طب انت مكمل او مش مكمل طب بيراميدز معاك ايه عادي سؤال عادي جدا وبتسهل لكل مدربين العالم في اي مكان في اوقات الشبه دي اللي فيها صعوبات او نتائج السلبية طب نسمع باتشيك ونرجع عن نكمل ده مش اول مرة انت تسألني تقريبا السؤال دوات انا تسألت منك انت تقريبا او من حد تاني السؤال دوات السنة اللي فاتت خلينا ارد عليك انا مش علشان ناتيكتين بس سلبيتين انا بقى الان من ان انا امشي من النادي معنى كده ان انا دلوقتي متصدر الدوري يبقى كل المدربين اللي في الدوري يمشوا من النوادي بتاعتهم لان كده هم مش متصدرين الدوري وأنا الى متصدر الدوري خلينى اقولك ان انا واسق جداً في شغولي أماكن أو النوادي اللي بتكون ضدنا وبتحاول تهدم من الشهر بتاعتنا يعني أنا شايف أن الطبيعي بتاع الصحفيين أن هما يسألوا على الماتش يسألوا على أحداث الماتش لكن ما يسألوش إحنا نمشي ولا ما نمشيش من النادي إحنا دلوقتي بنتكلم على ماتش كور عيب بصراحة عيب جدا يعني عيب وفي إساءة لواحد صحفي بيقدي شغله عيب عيب لما تقول لواحد أن أنت مأجور ولا أنت تبع على نادي منافس عيب وبصراحة كتير أنا هنا ممكن ألوم على زميلي الصحفيين زميلي اللي راحين يتعبوا ويقديوا شغلهم لو مثلا سأل سؤال مستفز سؤال خارج الصياق فمنقض نلوم على زملائنا عادي بنتكلم بصراحة بس في نفس الوقت عليش يعني حضرتك مش أهم من الراجل اللي سأل لك السؤال فكرة أنه أنا مدرب ومدرب أجنبي ومدرب نادي محترم زي بيرامدز فأنا قاعد أخبط ولوش في كل يمين وشمال عيب بصراحة يقول له أصلا أنت مأجور أنت راجل مش ناجح أنت معاك لبن العصفور في بيرامدز أنا لو بدرب بيرامدز أنا يعني مش زيك أنا مش مدرب ولا بتاع هنعرف نعمل حاجة أحسن من كده عملت إيه يعني عملت إيه فرقة معها أكوة سكواتف في قارة أفراك بتخرج من دول الأبطال خلاص على وشك هاو وخسران سوبر النهاردة وهبلاق خسران من زمالك في نصف نهاية كاس مصر وهبلاق كاس مصر وسوبر ودولي وكون في دولي وأبوطرات كتير مش شرط كلهم معاك يعني بس معظمهم كانوا معاك يعني اللي زيك بيبقى إيه بقى في اللحظات اللي زي كده متواضع هادي يتكلم على التوفيق ما كانش معانا وأنا أنا مكمل معبرة للرد يعني الرد المحترم المهزم إنه أنا مكمل مع بيرامد إيه لو إدارة بيرامد شايفة حاجة تانية وخلصنا وخلصنا بكره أنا القصة اللي هي بتاعت إنه أنا إيه أنا مدرب وأجنبي ونالي كبير فأنا أقعد بقى أي حد أسيق ليه بسهولة لأ لأ عيب زي ما إحنا ما نرداش إن حد يسيقلك أبداً ما تسيقش لحد ما تسيقش لزميل الصحفي رايح هيدي شغله ومش بيعمل حاجة وبصراحة ما سألكش سؤال مستفز ولا سؤال خارج ولا قال لك كلمة مش كويسة ده بيقول لك التناوية تعمل إيه مكمل مع بيرامد زوالاء عادي يعني قول تبقى أقول لك حاجة وأنا قلت الجملة دي قبل كده وأنا بنطقت بيت سمو سيماني في وقت برضو تهجم على صحفي بالطريقة دي يا جماعة في حاجة سهلة جداً جداً في المؤتمرات الصحفية يعملها إيه مسؤول في العالم لا تعليق مش عايز أجواب على السؤال ده وانت حر شوف وده يعني فيه إيه فيه اللي هو كل حاجة اللي هو أنت حسسته أنه أنت السؤالك ده مش عايز أجواب بس ما أسقتش ليه بس أنت حر قول أنا مش هعلق على السؤال مش هجاوب لا تعليق خلسنا